كحول في مناطق معينة يتعارض مع حرية الاختيار هذا بتوافق على هذا الطرح دعونا نرى جوابك أف يعني أنت ما عندك مشكة أنه يتم منع الكحول ببعض المناطق أو يعني يصير فيه فصل إذا بدك بهالموضوع لأنه شفنا من سنة أو سنتين وقاتلين منعية الكحول بمتجر واحد بجنوب قامة الدنيا وما عادت قاعدت أنه هذا عم بيصير فيه نوع من تقسيم مبطن بتروح الجنوب أنت؟ أكيد بروح الجنوب ثلاث ربع جنوب ما فيه كحول وثلاث ربع شمال ما فيه كحول نص مطاعم بيروت بس كان بعد فيه مطاعم تفتح بيروت بسنتروفيل ما فيها ما بتعطي كحول إذا مش نص قصم منها نحن ما عندنا عقدة عقدة بتاتا بأنه لبنان مجتمع متعددة يعني كل العالم من وقت استقلال لبنان لليوم ضايعين فيها هالقصة ثلاث تربيع المكونات الطائفية والسياسية والمذهبية واللي تنزل للبنان كمجتمع فيه جماعات أو طواقف سميئة مثل ما بدك يعني كوميليوتة وكونفيسيون ضايعين فيها فيه نوع من الرياء ما عليك سميئة مثل ما بدك إبوكريزي وفيه نوع من التعامل فيه قصم بدي يتعامل مع المجتمع اللبناني كان المجتمع الفرنسي بالقرن 19 والقرن 19 إنه إتاناسيون دولة أمه مش مظبوط مجتمع اللبناني مجتمع تعددي واللي بيرتاح ببيقته بشكل معين لا يتعارض مع القانون والدستور يعني بيرايحوا شو المشكلة إذا في بيئة معينة عندها مشكلة معها ترتاح فيها ترتاح فيها يعني مني شايف المشكلة وين ليش بنا نفرض عادات معينة ببيئة معينة ما بترتاح فيها بوقت فيه بيئة معينة بترتاح فيها مطرح من بيرتاح يرتاح عزيم منتقل لموضوع تاني حلق عشارة ما يكون في قمع ما يكون في قمع مش إجا واحد تشرب كيبيت بيرا مطرح معينة يكسرو لا بس إذا ما بدوا يبيع بكحول بمجر لا لا واضحة واضحة المقاربة واضحة وبراجماتية بكل احترام يعني لإقرار سن 18 للزواج من دون استثناءات أنا قلت بالمجلس قلت بالليجان بشكل كتير واضح فرجيني جوابك قبل ما بالبقوسة قبل بس أنت بس يعني من تمسكك بهذا الطرح لا كثير متمسك يعني متمسك بس كمان أنا لأنه بتذكر أنه أنه أنت كنت من الأشخاص يلي حملوا قانون اكتر استغربوا بوقتا أو عرضوا حتى يلي هو منع الاختصاب الزوجي يعني أنت متمسك بهول القضايا اللي تحمل بعد إنساني شتح لنظر لحقلك ليش عشرة عشرة يعني إذا فيه مواضيع بعطوين عشرة عشرة لأنه قصة مبدئية بالنسبة لي يعني منع منع كونجونكتورال استركتورال أو دو برانسيب منع زرفية هذه مبدئية ديني تغيرت ديني تغيرت أثبت علميا أنه حتى جسديا الفتاة تتعرض ممكن تتعرض لإصابات أو لنموة الجسدة كل ما هي بسن المراهق والأمور تطورت والمجتمع تطور بدنا نحدد من هو البالغ ومن هو غير بالغ كل دول العالم أجمعت أنه البلوغ بصير بسن الرشد يلي هو 18 سنة بفرنسا لا هلأ ممكن الزواج بعمر بين 16 و18 لثنين عم باك ما مميز بين ثنين مع موافقة الأهل أغلب دول العالم صارت اليوم 18 سنة مش 18 إلى نهار هلأ لأسباب دينية أولا وبشكل أسفل لأسباب دينية في رفض مطلق لهذا الموضوع برضه بحترم رأيهم ما فيه أفرض هذا الموضوع على أي مكون لبنان بس أنا رأيي 18 مش 18 إلى نهار مصر عليها هلأ لأسباب مبدئية عم بحكي ولا على أبنين أبدا في رفض من الطرف الآخر لأسباب دينية بحترمها وما بوافق عليها بحترمها وما بوافق عليها ورح ضل نقاتل على سنة 18 مش 18 إلى نهار بس نحن بهذا الحالة إذا ما كان فيه عم تقول لي أسباب دينية بحترمها بس ما بوافق عليها لكننا نحن بهذا الحالة لكننا وصلنا زميلنا رفيقنا وزميلنا إلي كيروز قاتل بهذا الموضوع سنوات وسنوات وما وصل للنتيجة بس برضو قاتل رح نظلنا نقاتل بالقنون والتشريع وبالحجي وبالمنطق ممكن نوصل للنتيجة بس يصير الشارع يضغط على النايب بس يصير الشارع يضغط على النايب ممكن تتغير المواقف واضحة